أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي على الدورة المصرية كشريك استراتيجي لأوروبا وكطرف دعم للأمن والاستقرار في أوروبا وجنوب المتوسط وخلال لقائه مع وزير خارجية سويسرا على هامش المشاركة في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد عبدالعاطي على تطلع مصر لتحقيق مزيد من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية المختلفة كما أشار عبدالعاطي إلى الجهود التي تبدلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدا على أهمية قيام الدول الأوروبية بتقديم الدعم المناسب لمصر لمواصلة جهودها في هذا المجال خاصة مع تزايد الضغوط الناتجة عن تعدد الأزمات في المنطقة